أهلا بكم مشاهدين ما زالت المنطقة الشمالية لقطاع غزة تمثل مركز الاشتباك المباشر بين المقاومة والقوات الإسرائيلية المتوغية ففي محيط المستشفى الإندونيسية تستعر المعارك وتمتد إلى بيتي لاهية وصولا إلى حي النصر اليوم كانت المعارك تضغط باتجاه الوسط حيث دارت الاشتباكات في محيط مستشفى القدس في جنوب غرب دينة غزة وكذلك في مخيم الشاطئ هنا في شمال غرب المدينة وطبعا ما زال مستشفى الشفاء محاصرا أيضا بالاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة دخول الاحتلال فعلا إلى بعض المناطق هو نتيجة التكتيك التي تعتمده المقاومة التي تستدرجه لإيقاعه في الكماء وتكبيده أكبر عدد من الخسارات في صفوف جيشه هذه منطقة جبالية مشاهدين الأعزاء يسعى الاحتلال إلى عزلها عن محيطها لماذا؟ لأنها تمثل الفاصل بين شمال القطاع وعمق مدينة غزة ما يسهل عليه دخول مدينة غزة بحسب تقديره هذه المناورة التي ينفذها الاحتلال تأتي بعد فشل التوغل الواسع فيما المقاومة ما زالت على ثباتها على جبهة لبنان مشاهدين الأعزاء نفذت المقاومة الإسلامية عدد من العمليات استهدفت فيها مختلف المواقع الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية اللبنانية وبداية من القطاع الشرقي حيث استهدفت المقاومة مجموعة مؤللة من القوات الخاصة الإسرائيلية كانت متموضعة في حرج المنارة مقابل بلدة حولة اللبنانية وأعلنت أنها أوقعت فيها إصابات مؤكدة الطائرات المسيرة حضرت أيضا حيث استهدفت اثنتان منها تجمعا للجنود في محيط بلدة المطلة المقابل لبلدة كفركلة وكان الموقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل نصيب من الضربات التي استهدفت أيضا تجمعات لجنود الاحتلال بالقرب من ثكنة راميم ومثلة الطائحات ونقاطا أخرى بالقرب من موقع المرج المقابل لبلدة مركبة في القطاع الأوسط مشاهدين استهدفت المقاومة دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة رقم واحد وتسعين في ثكنة بيرانيت وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استهداف دبابة مركبة في الثكنة نفسها كما وزعت المقاومة بعد ضرباتها على موقع محيط الراهب هنا مشاهدين وتجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة ياريون المحاذية لبلدتي يارون ومارون الرأس فيما تعرض موقع المالكية المقابل لبلدة عيطرون لاستهداف بالأسلحة المباشرة إلى القطاع الغربي حيث الساحل تلقى موقع بركة ريشة ضربات بالأسلحة المناسبة بالتزامن مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه موقع رأس الناقورة الساحل اشتركوا في القناة